قال ستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة ندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا وقالت وزارة الدفاع الروسية إن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في بحر اليابان على بعد نحو 500 كيلو متر عن الساحل الروسي ويحضر على كوريا الشمالية وفق قرارات الأمم المتحدة تطوير برامج صاروخية ونووية إلا أنها أجرت خامسة تجاربها النووية وسلسلة من التجارب الصاروخية منذ بداية العام الماضي